اشتركوا في القناة في مستشفى مبارك الكبير واللي راح يكلمنا عن حساب زوارة طبية التوعوي دكتور حياك الله سعيدين جدا بتواجدك معنا الله يحييكم حياكم الله حياك الله دكتور أكيد راح نبدي حوارنا معك إن شاء الله لكن بعد مشاهدتنا لهذا التقرير تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم وسائل التواصل التفاعلية على شبكة الإنترنت وهي عبارة عن مجموعة من تطبيقات الإنترنت التي تسمح بإنشاء وتبادل محتوى المعلومات الذي يتم إنشاؤه بواسطتها وقد ساعدت الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في تطور وانتشار هذا النوع من التواصل في كل أنحاء العالم ومن خلال هذه البرامج توعية الجمهور المتتبع لمجموعة من المتخصصين في المجال الطبي وضيفنا في هذه الفقرة صاحب حساب طبي توعوي وللمعرفة أكثر حول فكرة حساب زوار طبية تابعونا من خلال هذا اللقاء دكتور أناس بموان نحن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وعصر التكنولوجيا والتطور السريع في هذا الموضوع أودنا تكلمنا وتعرف أستاذة المشاهدين عن حساب زوارة الطبي عدل زوارة طبية زوارة طبية هذا حساب خاص من وسائل التواصل الاجتماعي طيب شو الهدف منه؟ نريد أن نعرف عليه أكثر نعم بالنسبة لحساب زوارة طبية حساب على تطبيق الإنستجرام قمنا بإنشاء شهر يوليو الماضي حساب معني بأمرين الأمر الأول التوعية الصحية والأمر الثاني التنمية البشرية ما نقصد بالتوعية الصحية؟ التوعية الصحية تختلف اختلاف جذري عن الاستشارات الطبية يمكن سمعنا على مدى الأعوام السابقة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أنه يطلعوا عدد من سواء من مقدمي الرعاية الصحية أو غيرهم وفي الجمهور يسأل يقول مثلا عندي استشارة أو أبي أستشير أنا أرى أن هذا خطأ جدا فلازم نفرق ما بين ما هي التوعية الصحية وما هي الاستشارة الطبية الاستشارة الطبية مكانها في العيادة مع الأطباء المختصين عملية تطلب التشخيص الفحص الكلينيكي الأخذ والعطب مع المريض لا يصير أعطيك استشارة من بعيد لبعيد لا لا يصير أعطيك استشارة وأنا لا أدري ما هو فيك لازم هناك فحص سريري فهذا الأمر غير مقبول سعاد دكتور يكون سعاد سؤال معين في بالنا هل هذا السؤال يستدعني أنا أتجه إلى المستشفى وأقابل الدكتور وأسئله هذا السؤال فقط؟ يعتمد على نوعية السؤال إذا السؤال كان يتعلق في موضوع طبي بحت نعم فالأفضل مراجعة الطبيب المختص خصوصا إذا كان على شكل عرض لأن أغلب الناس تشكي بشكل على أنه أعراض أنا أعاني من هذا الأمر أو عندي هذه الشغلة قد يكون الشيء هذا بسيط ولكن في سبب كبير وراء وقد يكون العكس فأفضل شيء هو مراجعة الأطباء المختصين فأنا أرى من الخطأ جدا أن يكون فيه تواصل أو استشارات إلكترونية ما بين الأطباء أو مقدمين الرعاية الصحية وما بين الجمهور وهذا الفرق عن التوعية الصحية والتوعية إذن في زوارة طبية توعوي هو حساب توعوي بحت جميل جدا الفكرة من وين يت دكتور؟ والله الفكرة كانت تتراودني من فترة طويلة خصوصا أن غير معني فقط التوعية الصحية ليست فقط معنية بالأمراض والعلاج ووسائل التشخيص وغيرها التوعية الصحية أيضا أن إن وعي الناس والجمهور بالطبيعة آلية العمل في المستشفيات الطب الحديث شنو وين وصل خصوصا أن الآن قاعد نسمع إحنا كثير للأسف من الأمور السيئة في موضوع أن يطلع إلى تأخذ تطعيم التطعيم الضارة الأشياء الغير مبنية على دراسات يعني حج الدواوين هذا اللي ممكن قد يكون ضار في الصحة وحتى في الأون الأخيرة انتشرت الكثير من الفيروسات في الولايات المتحدة وفي أوروبا بسبب الحملات اللي ضد التطعيم وهذا ناتج عن قلة وعي الناس أو قناعاتها بأشياء غير صحيحة ولذلك يعني من أساسيات العمل الصحي أن يكون في جزء منه معني بالتوعية الصحية للجمهور والناس إذن هناك داعمين لهذا الحساب نعم هو حساب شخصي للأمانة قمت بإنشاء شهر ستة وتبنتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كان بدعم منهم أيضا في الموسم الأول كانت مجموعة الخليج للتأمين قدموا دعم مالي كبير خاصة لعملية اللقاءات والمونتاج وهذا كان فيها نوع من التكلفة فقدموا دعم يزاهم الله خير فكان طبعا دعم من الأهل ومن الأصدقاء من بعض الزملاء كدعم معنوي وأيضا أفكار طرحت دكتور كيف ممكن أن التوعية والثقافة الصحية نستخدمها في الوقاية من الأمراض كيف تكون هذه التوعية آمل من عوامل وقاية من الأمراض نعم نحن نهنيقا عن تكلم على تحفيز الصحة والوقاية من الأمراض وهي الهيلث بروموشن فكل ما أمره في حياتنا في الأمور الحياتية سواء كان عن طريق التغذية السليمة ممارسة الرياضة الامتناع عن العادات الصحية السيئة التدخين أو غيرها الآن حتى في دراسات تشير وتبين أن عدم الحركة أو نحن بالكويت نسميها الربادة أنه ممكن أن تقارب بالتدخين في المضار في المضار من ناحية التسبب في أمراض الشرعيين وغيرها وارتفاع الكوليسترول والأشياء فالآن الطب قاعد يتغير وأيضا العلاج قاعد يتغير والوقاية أيضا قاعد تغير فالآن ننتقل من مرحلة الإصابة بالمرض إلى مرحلة الوقاية من المرض فأنا بدل ما أصاب بهذا المرض أن أنا أقي نفسي أعرف طرق الوقاية قبل لا يصيبني في العمر الفلاني بمعنى أن أكثر فئة عمرية مثلا تصاب بأمراض مثلا على سبيل المثال شرائين القلب هي اللي نقول مثلا أن الرجال المدخنين عمر مثلا فوق الخمسين سنة فأنا شلون أن أنا أمنع أو أن أنا أقي الموضوع هذا طبعا في العوامة الوراثية لا أقدر أتحكم فيها بس أن أنا أقدر أوقف تدخين أنا أقدر أمارس الرياضة أحافظ على كتلة الجسم الأكل الصحي من خلال هذه الأمور أنا قاعد أقي نفسي من أني أصاب بهذا المرض جميل دكتور إذن ما هي المواضيع اللي تم طرحهم في هذا الحساب نعم كوني أنا معني أو متخصص في الأمراض الباطنية فيمكن Bulmни متحيز لأمراض الباطنية فأغلب مواضيع الحساب كانت مواضيع الأمراض الباطنية وأنا أريد أن أقول هنا بما يتعلق أن الناس تعتقدني لأمراض الباطنية هي الأمراض التي تتعلق في البطن وهذا الكلام غير صحيح الأمراض الباطنية أمراض القلب والرئة والشرائين والكلة والجهاز الهضمي كلها تندرج تحت الباطنية العامة نعم هذه كلها تخصصات دقيقة من الباطنية العامة كلهم يندرجون تحت الباطنية فأغلب المواضيع المطروحة كانت الباطنية لكن أيضا دخلنا بعض المواضيع الجراحية وبدايتنا للأمانة كان اسم الحساب زوارة باطنية بعدين بدلنا سميناها زوارة طابية عساس أنه يكون أشمل ويكون فيه مواضيع أكثر للطرح وفي التوعية للجمهور الكريم دكتور في فقرة حديثة عندكم في هذا الحساب اسمها أعلام كويتية نعم ودنا نتكلم عن هذه الفقرة نعم هذه الفقرة تتعلق بجانب التنمية البشرية حنا الآن طبعا عيالنا وحبايبنا من طلبة المدارس وغيرها نبي أن نوجههم ونحفزهم على تلقي العلوم اللي البلد فعلا بحاجتها نحن الآن بحاجة إلى كويتيين يكونون متخصصين بالفيزياء والكيميا بعلوم الكون والفضاء وغيرها ليش لا نبي علماء نبي ناس يكونون بحاثة فنبي نشجع الجيل الناشئ هذا على الانخراط في هذه الوظائف لا شك أن مهنة الطب أحد المهن الأساسية المطلوبة واللي فيها نقص عالميا يعني الإقبال لأنها مهنة صعبة أو شاقة فالإقبال عليها يكون أقل يمكن من المهن الأخرى فنبي نشجع ريالنا على هذه الأمور فقرة أعلام كويتية ارتكزت حول أن إنقابل أعلام أو شخصيات كويتية بارزة كانت في المجال الطبي قابلنا الله يحفظه ويطول لنا بعمره برافيسور عبد المحسن عبد الرزاق مؤسس كلية الطب في جامعة الكويت ليوم تأسست سنة 1976 وأعتقد ستة وسبعين ما أنا متأكد بالسبعينات كان إنشاءها كلية الطب وكان أحد المؤسسين هو المؤسس الفاوندر وأيضا قابلنا دكتور عبداللطيفي البدر ودكتور بروفيسور سناء المطيري وغيرهم من الأطباء أعلام كويتية أعلام كويتية فعلا أعرضنا إنجازاتهم مالتهم شنو هم سووا لهذا الوطن فلما الجيل الناشط عن طريق السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي يشوف الناس هذه شنو الإنجازة اللي سويتها وشنو الشيء تكون مثل مصدر قدوة عن طريق وسائل التواصل اللي للأسف تستخدم استخدامات قد تستخدم استخدامات خاطئة وأحيانا نستخدم استخدامات صحيحة بالتوجيه والإرشاد إذن دكتور أنا أريد أن أتكلم عن نظرتك للتعليم الطبي بالتحديد ومدى الإقبال عليه في الآونة الأخيرة بالنسبة للتعليم الطبي مع شديد الأسف الإقبال على التعليم الطبي أقل حاليا هناك ناس يقول لك في وظائف تكون الفلوس فيها تكون أقل أنا إن شاء الله حادني مثلا على عوار الراس على التعب على شفتات خفارات خفارات فليش لا أنا في وظائف تكون أقل مع احترام لكم جميع الوظائف ولكن أنا أرى أن التعامل مع نفس البشرية أمانة أمانة حقيقة وفعلا تطلب مجهود بذني وذهني وعقلي وتضحيات كبيرة ولذلك الإقبال عليها يكون ليس قوي وايد ولكن يحتاج عزم فإحنا شلون أننا نخلي العزم هذا موجود في عيالنا عن طريق أن نخليهم يشوفون ويقتدون في الناس التي كانت موجودة وأيضا من الناحية الفاينانس أو من الناحية المالية طب لها مستقبل في جميع الأماكن والمجالات طبعا أكيد دكتور وودنا أيضا أن نتكلم عن تنمية البشرية المنشودة يعني من مواد الطرح في هذا الحساب نعم بالنسبة للتنمية البشرية طبعا المجال التعليمي بشكل عام والتعليم الطبي بشكل خاص أننا شلون ننمي في عيالنا القدرات ننمي فيهم الوازع العطاء لهذا الوطن الوطنية الإخلاص في العمل شلون أننا نفكر في المستقبل بالتخطيط نخطط لمستقبلنا بشكل يعني سليم مبني على خطوات بحيث أني أنا أكون جزء يعني من مستقبل هذا البلد في التنمية البشرية نعم طبعا دكتور كل الشكر لك يعطيك ألف عافية وموفقين إن شاء الله في هذا الحساب أزوار طبية عدل نعم أزوار طبية شكرا لك ويعطيك العافية الله يعني شكرا لك دكتور أكيد بشيذي نحن مع الدكتور رانس وفي أزوار طبية التوعوية التي يمكن أن يدخل على هذا الحساب ويستفيد أكثر أذهب فاصل ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم